منشور لوزارة الصحة بيثير الضحك بين المصريين و تماشيا مع نصائح وزارة الصحة السابقة بأكل رجول الفراخ بعد ارتفاع أسعار الفراخ خرجت الوزارة بنصيحة أخرى تتواكب مع الحدث الذي يشغل المصريين الآن وهو ارتفاع سعر السكر حذرت الوزارة والسكان في منشور لها المواطنين من الافراض في تناول السكر ونصحتهم بتقليل استهلاك السكر ولقى هذا المنشور سخرية كبيرة من رواد السوشيال ميديا حيث ربط المتابعون بين نصيحة الوزارة بشأن التقليل من استهلاك السكر وارتفاع سعره ومنشور توعوي نشرته على صفحتها على وسائل السوشيال ميديا منشور وزارة الصحة حمل في ظاهره النصيحة والإرشادات الطبية إلا أن باطنه حمل الأزمة التي يعيشها المصريون بشأن ارتفاع سعر السكر لقى المنشور سخرية كبيرة من المتابعين على مواقع السوشيال ميديا خاصة وأنه جاء بالتزامن مع ما تشهد السوء المصري حاليا من أزمة شح السكر وتحت عنوان خطوة لصحة أفضل في 2024 قالت الوزارة في منشورها قلل من كمية السكر اللي بتستخدمها في وجباتك اليومية حتى تحافظ على نفسك من الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته ولا تنسى قياس مستوى السكر بالدم باستمرار وارتفع سعر السكر خلال الأسبوع الماضية إلى ما يزيد على 50 جنيه لكيلو جرام مما دع الحكومة للتدخل وطرح كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية ومنافس جمعيتي وبدالي التموين في وقت سابق قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد كمية بيع السكر للمواطنين عبر منافذ السلع الغذائية والتي تضمنت صرف 2 كيلو جرام سكر حر للبطاقة التموينية المقايد عليها أربع أفراد فأكثر مصدر معنا كم من جديدة الأسبوع المصرية أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر وقلونا رأيكم في هذه الترائف ولكم كل التعليق